شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة بذل أقصى جهود لوقف الوصلات الكهربائية المختلصة وتحصيل الفواتير المستحقة وخلال اللقاء بالمسؤولين المعنيين لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابدة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزرات والجهات الحكومية المختلفة أكد مدبولي أنه تم عقد عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول وأضاف رئيس الوزراء أن جهات حكومية قامت بالفعل بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول وعلى رأسها وزارة الطيران المدني وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالية المدينيات المستحقة للشركة القابدة لكهرباء مصر على الوزرات والجهات الحكومية